مؤخراً بقينا نشوف وصفات كتيرة جداً منتشرة على السوشيال ميديا بعضها بمكونات طبيعية وبعضها أدوية بتستخدم هذه الوصفات لعلاج مشاكل البشرة زي التصبغات وزي الحروق وزي حب الشباب بس لأسف فيه وصفات ممكن تسمم مشاكل كبيرة بينها اللي بيوصل لنا ضرر دائم وبيصعب علاجه وبينها الأضرار البسيطة صحية مصفة فعلاً عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن مخاطر الوصفات دي وتأثيرها ازاي على صحتنا بشكل كبير معنا الدكتور ماهر محمود استشاري الأمراض الجلدية صباح خير يا دكتور مرحل صباح خير فاني قاعد وسهلاً صباح خير احنا دلوقتي بقينا بنعاني من هوس الوصفات اللي بتجربها وبتيتقال على سوشيال ميديا وفصلنا على بعض مواقع تواصل اجتماعي فيديوهات قصيرة كده فيها وصفات كتير قوي قوي طول الوقت بنلاقيها واحنا بننجرف لها وبنحاول نجربها بس فيه معظمة بيكون خطر دي حقيقة دي حقيقة هو للأسف هو عشان البلوجرز والناس اللي بيطلع للسوشيال ميديا عارفين ان موضوع الجمال والتجميل ده هاجس عند الناس كلها فغلبيتهم بتكلم في الحتة دي وساعات بيقولوا كلام مالوش اي اساس من الصحة كان مثلا اشهر حاجة كان يقولك استعمله الجاز الابيض على الشعر هيطول الشعر هينعم الشعر هيعالج التقصف والحاجات دي طبعا ده خطر شنيع جدا ده اشهر وصفة اتقالب الجاز في الاخر هو عبارة عن زيت هو اصلا جامل بترول وهو عبارة عن زيت كل اللي بيعمله ان هو بدي لمعة بسيطة لمعة كاذبة للشعر ولا فيه فيتامين ولا فيه معادن بيستفيد منها الشعر نهائيا مجرد بس ان هو بيتغسل كل التأثير ده بيروح وبيسيب الشعر جاف جدا وهايش جدا غير بقى النجاز كمان له مشاكل تانية زي التهاب فاروط الرأس من قبل حاجات اللي ممكن تحرق فاروط الرأس كان زمان بيستعملوه ايام ما كانش فيه حاجات للقاتل حشرات الشعر كان مفيد جدا في الموضوع غير كده هو مالوش اي فايدة نهائيا والترطيب ده ممكن نحصو عليه من حاجات تانية زي يزيد مثلا الخاروع الجوبة الأرجان بشكل ايه بشكل لطيف فيه وصفات تانية برضو مشهورة اوي يقولك حط معجون السنان على حب الايه على حب الشباب اه ده حال سريع طبعا طبعا ده كلام مالوش اي اسم من الصحة حب الشباب ده حاجة من داخل الجسم ناتج عن زيادة افراز الغدد الدهنية حب الشباب مش يعمل فيه سوري معجون السنان مش يعمل فيه اي حاجة خالص نهائيا اكتر من ان هو هيلهب المنطقة اللي بتحط فيها اللي عندنا اصلا اكتر منطقة جافة وملتهبة في الوجه المنطقة اللي حوالين الايه اللي حوالين البق نظر اللي معجون السنان ساعت بينزل اه عليها فطبعا ده برضو من الحاجات اللي هي خطر بشهورة ومسك الكركم والكركدي ورز اه طبعا بيحاول يجوبوا اي حاجة موجودة في البيت اه تمام وطبعا ما لهاش اي اساس من الصحة الادوية نفسها اللي بتتعامل لو الواحد خادها بشكل مدة طويلة شوية او خادها بجرعات عالية شوية ممكن يكون لها تأثير عكسي زي مثلا وصفات التفتيح غالبية وصفات التفتيح اللي بتشهد تصبغات بيكون فيها نسب عالية جدا من الكورتزون الكورتزون طبعا غير ان هو هو علاق طبعا لو اتاخد بجرعة مضبوطة وكاتبها الدكتور ولكن لو اتحطت لمدة طويلة بيجينا ناس كتير قوي قوي عندهم حاجة اسمها ستريتش ماركس او تشققات في الجلد ده تيجي تستعمل خلطات التفتيح وحس بقى اخوانا بقى في الصعيد وفي السودان وفي الاماكن اللي بيبقى البشرة صمراء عندهم هوس برضو التفتيح بالخلطات دي تشققات الجلد ظهور حب الشباب الزيادة نتيجي تستعمل الكورتزون الكتير ظهور حاجة اسمها الوردية ده تيجي برضو استعمل خلطات الكورتزون الكتير طب ايه البداء للقابدة للخلطات اللي ممكن واحد اول واحد تستخدمها في نروح للدكتور احنا بيجينا اتنين اتنين مرضى عندهم نفس نفس المرض وفي حد بنكتب له علاج معين والتاني بنكتب له علاج مختلف نظرا لان بيكون فيه تفاعل مختلف طبيعة الجلد مختلفة احنا عندنا الجلد بتاعنا ده بيبقى المفروض ان هو حمدي حمدي يعني ما بين اربعة ونص الى خمسة ونص البيئتش بتاعه ايه ووحد تاني يجي لي البيئتش بتاعته اعلى من كده شوية لو استعملت الاتنين نفس الحاجة اكيد هنأصل على الجلد بشكل جامد جدا وبعض النصب بيستعمل حاجة اسمها بكالبولات السوديوم اللي هي السودة بتاعت العيش دي واللمون اللمون طبعا فيه عشان وفيه فيتامين سي فهم المتخلوا لما يحطوا على جلده هيفتح الجلد ده بيعمل التهابات صعبة جدا التهابات جفاف إجزيمة يعني حاجات كتل جدا وصفات تانية زي موضوع وصفات فرد الشعر اللي هي طبعا بقى الوقت اللي كل مسمياتها بتختلف من وقت للتاني وكلها بتحتوي على نسبة فورمالين بنسبة جميلة بالزبط هو زمان كانوا بسموه بروتين بعد كهو سموه كيراتين بعد كهو سموه فيلر بعد كهو سموه بوتوكس بعد كهو سموه أرجان آخر اسم لي دلوقتي مسمينه جلسات كبير ده عدد خلاص وبعد كده جابوا جلسات ترميم دلوقتي مسمينه جلسات علاجية روحنا يا دكتور عملنا تريت منت يعني عشان ما يتكلمش أساسا وهي نفس المشكلة نفس الحاجة نفس المادة اللي عليها فورمالين بالزبط مهما يكتبوا على العلبة من بره انها خالي من الفورمالين كلها فيها فورمالين احنا عايزين نقول للناس لحداك تقولهم طبعا ان اي حاجة بتفرد الشعر لازم يكون عليها نسبة فورمالين ممكن تكون بنسب قليلة شوية لكن كلها بيكون عالية يعني فيه بحث اتعامل فيه على معظم الحاجات المعمولة اقل حاجة خالص كان فيها نسبة نص من المية وده برضو نسبة معدية النسب اللي مسموح بها الفورمالين مادة مسلطنة من اقتل حاجات اللي بتسبب سلطان الرئة وسلطان الان في نظر ده موجود طول الوقت على فروط رأسه بيتشم بشكل يومي غير طبعا الموضوع كده مش مجرد بس لما كان بيتعامل ونلبس الكمامة واحنا بنعمله وخلاص بعد كده لا ده عايش معها عايش معها طول السرط الشهوري الموجود فيها الايه الكراتين او البروتين ففعلا لازم الواحد يتقبل شكله يعني اللي معلش اللي لونه غامي يتقبل هذا اللون اللي شعرها مجعد تتقبل هذا الشعر ونمشي على روتين مناسب للبشرة والشعر على حسب طبيعة كل واحد طيب ايه هي الزيوت العطرية اللي بيتم استخدامها بشكل خاطئ وبيتضر ايضا الزيوت العطرية زي اشهر واحد فيهم زيت النعناع لو تحط بنسبة كبيرة من الحاجات اللي بتعمل التهابات في الجلب المعظم الزيوت دي ومعظم الزيوت الموجودة اصلا بتبقى جزيئاتها كبيرة جدا فالجلد بيستهجدش بيها لان ربنا خلق لنا على الجلد حاجة اسمها حاجز جلدي سكين باريورا لو كل حاجة عدت ودخلت الجلد يبقى كل حاجة في الجوة تدخل ايه تدخل جلدنا وما ليه الكريمات بتدخل رغم الكريمات معمولة من نفس هذه الزيوت ولكنها معمولة بتكنولوجيا معينة بصغاره جزيئات قوي بسموها النانو تكنولوجي او حاجة اسمها لايبزوم التكنولوجي بحيث انه يقدر يعدي السلم من بين بتاع الخلية فبتبقى غالبية الزيوت دي وخاصة اذا كان حجمها كبير زي زيت الخاروع او الحاجات ما بتعديش زيت الزيتون ده من اكتر الزيوت اللي هي جزيئاتها كبيرة اللي هي دايما بنصح انه تحطع الشعر رغم انه لا تحطع الشعر لمدة طويلة بيناشف الشعر لان هو بيضغط على فر وطراز زي ما بيقاش فيه اي نوع من انواع التهوية فبتبقى صعبة بصيولات محتاج هوا بالضبط بتقفل لي المسام فبتمنع فر وطراز ده تطلع الزيوت بتاعتها بتجمع الزيوت دي تحت الجلد بتعمل لي نوع من الحبوب بتعمل لي قشرة اللي الشعراء نفسها فاضية من جوة زي الشليمو الزيوت لما بتدخل جواها بتقفل الفتحة بتاعتها دي فبتمنع التهوية ومع الوقت بتسبب تساقط الشعر طيب برضو فيه ناس بتستخدم السكر والملح علشان نعمل سكراب يعني السكر ده المحبيبات السكر دي بتجرح في البشرة نفسها والملح بالضبط لما بيستعملوها كنوع من انواع زي سكراب بعد دي تلقى بشرتي نعمة جدا وتفرش وكأني خلال شلت الجلد الميت اللي عليها كله هي مجروحة الجلد لوحده الجلد لوحده بتجدد كل 28 يوم لو مجرد روتين طبيعي جدا غسول مناسب لبشرتي بستعمله بشكل يومي وكترطيب دول كفاية جدا استعمال السكر أو الملح في التأشير بيلهب البشرة وخاصة أصحاب البشرة اللي هم أصحاب البشرة حساسة زي ما قلنا في البداية كل واحد من هو طبيعة بشرة يعني ممكن تبقى بشرة جافة اللي احنا بنمشي إدنا عليها بتبقى لها صوت كده أو بشرة دهنية طول الوقت هذه البشرة شكلها مدهن شوية وبتبقى في الغالب المسامي بتاعتها واسعة أو الناس بيبقى عندهم بشرة مختلطة جزء دهني وجزء إجاف أو الناس بشرتهم حساسة بقناة على طبيعة البشرة دي لازم يكون عندي أنا فاهم هيا أعمل إيه لبشرتي نقدر نقول إن فيه حاجات موجودة في البنزل ممكن حد يستفيد بيها ولا كل اللي موجود في البنزل لا يعني بنشوف اللي بيعمل بسك بالخيار بالزبادي بالحاجات دي الحاجات دي برضو مضرة الحاجات دي مش مشكلة سواء كان الخيار أو الزبادي بس براشن البيض مثلا موجود في البيت هل أعمل مسك البيت ده لا ده خطر للشعر والبشرة ولا للتنين للشعر والبشرة البيض خطر البيض طبعا غير إنه هو يسيب روائح على الشعر أو سواء كان البشرة ممكن لو تساب شوية يعمل عدو بحاجة سلمونيلا سلمونيلا دي من أكتر حاجات اللي بتعيش على البروتين بتاع البيض المايونيز المايونيز كمان فيه مشهور جدا مسك المايونيز لبدل ترميب ولكن المايونيز هو عبارة عن إيه هو عبارة عن صفار بيت وخل تفاح وحاجات تانية الخل بيعمل التهابات في فروط الرأس أو الجلد طب فيه ناس بتقول له حدا كان هحط الماسك ده أو الحاجة دي بس مش على فروة الراس على الأطراف أو بسيب اتنين سوق يعني التحير على الحاجات دي ده كله هو نفس الموضوع ولو حسبنا التكلفة إحنا نتكلف حاجات أكتر وفي الآخر مش هنحصل على نديجة عايزين نتعامل مع الجلد ومع الشعر زي الجهاز التنفسي وزي الكبد وزي القلب في حد كان عنده مرض قلب أو عنده مرض في الجهاز التنفسي وبدأ ياخد حاجات من البيت مش منطق أبدا ولكن زي قلنا في البداية الناس عشان عندها هوس التجميل ودايما عاوزين يبدعه فبيقوله أي حاجة وبيدوروا على البداية اللي بتخيلون دي بداية الأرخص يعني اللي موجود في البيت ده الأرخص ليا فأنا من خلاله هكون شكلي أحلى وأجمل وأنا استخدمت حاجات من البيت وده اللي بتقال في أي فيديو في الأول من الحاجات وكل اللي بتكلموا بالفيديوهات دي بيستعملوا منتجات غالية جدا وبيعملوا حاجات تجميلية عالية جدا عشان يبقى لشكلهم كده وبعد كده يخضعوا الناس أو بيشوهم مايا كتير زي ما بيقول بالنسبة لقصة المشاهدات يا دكتور بيقدر نقول إن هي هي اللي بأثرة بشكل كبير على الهاجز ده طبعا طبعا زي ما قلنا في البداية عشان الناس مهتمة بشكلها وبجمالها فهما بيجاءوا يتكلموا في الحاجة بتكلموا في الكرة بتكلموا في الجلد والشعر وساعة بتكلموا في الدين شوية ده الحاجات اللي بتتخلج الناس مهتمة زيادة عن اللزوم دول خطر والوصفات اللي بتطلع من الصيدلية أخطر معقولة أنا مثلا دكتور أمرار جلدية لو جالي مريض عنده قلب أو عنده حاجة في الكلة بوجهه الأخصائي أو استشاري في التخصص معقولة يكون عندي حاجة يروح للصيدلية أقوله حلها إيه هو الأسف الشديد السيدالي تحت أحراج تحت حاجة بيرد عليه ويكتب له حاجة معينة بين الصيدلية ولكن ده برضو خطر شنيع جدا فخليني دايما نلجأ للطبيب المتخصص وكمان الناس اللي يجدعوا أنهم يعرفوا كل التخصصات ويأنتموا حاجات جديدة ما فيش حاجة اسمها حاجات جديدة حاجة اسمها بروتوكول علاج بيتحط من مجلس تخصص جاء للتخصص في العالم كله وبيتفق عليه وبينفذ ما فيش طبيب هيبدع من نفسه ما فيش واحد اسمه طبيب هيطلع علاج لوحده صحيح شكرا لك دكتور دكتور باهر محمود استشاري الأبراد الجدية شكرا جزيلا حرارك شكرا لك